موسيقى النشرة الاقتصادية من قناة يمن شباب والبداية بأبرز عنوينها صندوق النقد يطالب الحكومة باعتماد سعر الصرف السائد في السوق على الإيرادات الجمركية ميليشيا الحوثي تتوسع في نهب التجار والقطاع الخاص موسيقى الغرفة التجارية بشبوى تدعو إلى وقف جبايات الانتقالية على شاحنات البضائح موسيقى أهلا بكم دعت بعثة صندوق النقد الدولي الحكومة اليمنية إلى اعتماد سعر الصرف السائد في السوق على الإيرادات الجمركية والإنفاق المنصف والمحقق للنمو مع تحقيق مستوى أكبر من الشفافية والمساءلة بشأن توظيف الموارد العامة وتخفيف مواطن الضعف التي تعرض للفساد وحفز التمويل الإضافي من المانحين وقلت البعثة في بيان صحفي لها أن استمرار عمليات إصلاح الإدارة الضريبية للحكومة والمالية العامة بما في ذلك تعزيز عمليات الدقيق الضريبي وزيادة استخدام التكنولوجيا الرقمية وتحسين إدارة الدين العام من شأنه أن يدعم على نحو أفضل عمليات وزارة المالية في مجال التخطيط للموازنة وشددت على أهمية الدعم الخارجي باعتباره شريانا للحياة بالغ الأهمية لليمن ولتمويل المستوردات الضرورية من الأغذية الأساسية وللمساعدة على تلبية احتياجات الإنفاق الاجتماعي العاجلة ومعالجة الفجوات الملحة في البنية التحتية ومساعدة استقرار الاقتصاد الكلي بدأت ميليشيا الحوثي الإرهابية بفرض إجراءات قصرية ضد التجار لاستمرار نهب رؤوس أموالهم وتضمنت الإجراءات الحوثية توسيع شريحة كبار مكلفي الضرائب بعد أن كانت تشمل التجار الذين لا تتجوز قيمة أنشطتهم تجارية مئة مليون ريال لتصبح حاليا المكلفين الذين يبلغ حجم تعاملاتهم تجارية خمسين مليون ريال ووجهت مصلحة الضرائب الحوثية بتقييد التجار الذين تبلغ قيمة أنشطتهم التجارية السنوية قرابة خمسين مليون ريال في سجل خاص تمهيدا لانتزاع ضربية المقر عليهم باسم ضريبة المبيعات وقالت الغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة الشهر الماضي إن ميليشيا الحوثي تنتزع منها جبيات باهضة ومضاعفة دون أي خدمات مقابلة وتعيش صنعاء ومناطق سيطرة الحوثي أوضاعا اقتصادية متردية بسبب الهجمات التي تشنها الميليشيا على القطاع الخاص وعلى رؤوس الأموال مما دفع بالكثير إلى ترك العمل التجاري وعرض ممتلكاتهم للبيع شهدت منطقة دلتا أبيان التي تعد من أخصى بالمناطق الزراعية في المحافظة إنتاجا وفيرا في مختلف المحاصيل الزراعية خلال الموسم وقال مزارعون إن وادي دلتا خلال هذا الموسم شهد ارتفاعا في إنتاج المحاصيل نتيجة زيادة هطول الأمطار وتدفق السيول وتمثل المحاصيل النقدية مثل القطن والفول السوداني والسمسم وحبوب الذرة أهم المحاصيل التي يتم زراعتها في حقول دلتا أبيان في الموسم الزراعي الجديد الذي يستمر حتى نهاية شهر أكتوبر خاصة مع تدفق السيول التي عادت بعد انقطاع طويل منذ سيطرة ميليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة والبنك المركزي بصنعاء اتخذ سلسلة من الممارسات الهادمة للقطاع المصرفي الرسمي في البلاد يشهد القطاع المصرفي الرسمي لأسيما قطاع البنوك أزمات مركبة نتيجة تراكمات العديد من الأزمات التي بدأت مع سيطرة ميليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة والبنك المركزي اليمني بصنعاء ونهب استثمارات البنوك والاحتياطي الأجنبي في البنك المركزي اليمني ونعكست الخسائر والأضرار التي تعرض لها القطاع المصرفي الرسمي في البلاد على مستوى الجودة وأداء الخدمات التي يقدمها القطاع البنكي للعملاء والمودعين على مدى الفترات الماضية في ظل تزايد شكاوى المواطنين من ترد الخدمات المقدمة من البنوك فضلا عن رتابة المعاملات في البنوك والتي باتت تأخذ وقتا أطول خلال إنجاز أدنى معاملة مالية وتتابعت الكثير من الإشكاليات والصعوبات التي كبلت أداء ونشاط القطاع البنكي الأمر الذي أدى إلى ازدهار شركات ومحلات الصرافة التي انتشرت بطريقة متسارعة خلال سنوات الحرب فضلا عن تأثيرات الحرب وسيطرة ميليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة التي أدت إلى عجز البنوك اليمنية في المراسلات الخارجية لدى البنوك والمصارف الإقليمية والدولية البنوك اليمنية تعز أسباب تراجع النشاط المصرفي وتدني مستوى الخدمات إلى سلسلة من العوامل والتأثيرات التي أصابت القطاع البنكي منها أزمة السيول لدى البنوك وعجزها عن الاستثمار في السندات الحكومية ناهيك عن تآكل الأصول والاحتياطي القانوني الذي كان مودعا لدى البنك المركزي اليمني في صنعاء وساهمت عملية تدهور الريال ونهب ميليشيا الحوثي للاحتياطي الأجنبي في البنك المركزي اليمني بصنعاء والمقدر بقربة خمسة مليارات دولار بتآكل أصول البنوك التجارية والإسلامية من ستة مليارات دولار في العام 2014 إلى مليار وسبعمائة مليون دولار حاليا ولم تتوقف أزمة القطاع المصرفي عند هذا المستوى حيث ما تزال عملية الانقسام النقدي والمصرفية وازدواج القرارات المصرفية وتدخل مليشيا الحوثي في توجيه أداء وعمل البنوك تشكل عوامل تقويضا للقطاع المصرفي قد تدفعه للإنهيار الشامل أعلنت شركة النفط اليمنية في العاصمة المواقعة عدن عن وصول باخيرة تحمل شحنة من الوقود لتنفجر بذلك أزمة شحة الوقود التي بدأت مطلع الأسبوع الجاري ووفق الشركة فإن خفضا في أسعار الوقود سيبدأ حين بدء بيع الكميات من شحنة الوقود الواصلة بواقع 975 ريالا للتر الواحد بدلا عن السعر السابق المحدد بـ 1090 للتر الواحد نظم العشرات ممتسبي جامعة عدن وقفة احتجاجية للمطالبة بتوثيق عقود أراضيهم وحمايتها من المتنثدين ورفع المحتجون خلال الوقفة التي أقيمت أمام ديوان جامعة عدن رفعوا لافتات طالبوا فيها رئيس جامعة عدن وقيادة الجمعية السكنية الثانية بتوثيق عقود الأراضي وتمكينهم منها وحمايتها من الجمعيات الأخرى والمتنفدين وادان المحتجون في بيان الوقفة الاحتجاجية عمليات الظلم والاستهتار التي يتعرضون لها مشيرين إلى أنهم منذ سنوات ينتظرون تمكينهم من أراضيهم وطالب المحتجون المعنيين بالتحرك لحماية أراضيهم بنفس الاهتمام الذي أبدوه لحظة تدشين المخططات السكنية والذي جعلهم يدفعون الأموال مقابل حصولهم على الأراضي وقفة لجنة تسيير مشروع تعزيز الصمود الاقتصادي في اجتماعها بالعاصمة الأردنية عمان أمام مستوى تنفيذ أنشطة المشروع الذي تنفذه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتمويل من الاتحاد الأوروبي وقال نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي نزار باسوهيب إن المشروع يعمل على عدد من التدخلات والبرامج في المجالات التنموية والإنسانية والأمن الغذائي وبناء السلام والحوكمة وبناء القدرات المؤسسية لعبور مرحلة الصراع والحرب إلى فضاء السلام والتعافي والتنمية وإعادة الإعمار وتوفير الخدمات الأساسية وإعادة بناء المؤسسات الحكومية وتفعيل جميع سلطات الدولة اندلع حريق هائل مساء الجمعة في محطة كهرباء بمدينة عتق بمحافظة شبوى اليمنية الواقعة شرقي البلاد وقال مصدر مسؤول إن ماسا كهربائيا تسبب بنشوب حريق هائل داخل المحطة موضحا أن الحريق اندلع في محول الرفع الخاص بمدرية حبان وألحق الحريق خسائر مادية كبيرة في المحطة دون ذكر سقوط خسائر بشرية وشهدت أعمدة الدخان المتصاعد من داخل المحطة إلى مناطق عديدة في المدينة أعلنت المؤسسة العامة للكهرباء بالعاصمة المؤقتة عدن عن بدء خروج تدريجي لمحطات توليد الطاقة وجاء إعلان المؤسسة تزامنا مع ارتفاع جديد لساعات انقطاع التيار الكهربائي في عدد من مديريات المحافظة مرجعة الأسباب إلى نفاذ مادة الديزل من محطات توليد الطاقة وقالت مصادر محلية إن معاناة خدمة الكهرباء باتت تؤرق السكان مع استمرار ارتفاع درجة الحرارة في المدينة الساحلية لا سيما كبار السن والمرضى والأطفال وخلال السنوات الماضية أخفقت الحكومة في إيجاد حلول شاملة ومستدامة لأزمة الكهرباء التي باتت تشكل هاجسا يؤرق سكان المناطق الساحلية فرضت ميليشيا الحوثي جبيات جديدة على مالكي الأبار الارتوازية بمحافظة إب في ظل انتهاكات واسعة تمارسها الميليشيا بمختلف مديريات المحافظة وفادت مصادر محلية أن ميليشيا الحوثي فرضت جبيات وإتوات مالية على مالكي الأبار الارتوازية بمديرية الرضمة شمال شرق محافظة إب وبينت المصادر بأن القيادي الحوثي عبد الكريم الفرح والمعين من قبل الميليشيا مديرا عاما لمديرية الرضمة فرض جبيات مالية كبيرة على مالكي الأبار في منطقة الأجلب ومناطق أخرى بمديرية الرضمة تحت مبرر دعم أنشطة وفعالية الميليشيا بذكر المولد النبوي دعت الغرفة التجارية والصناعية في محافظة شبوى إلى وقف الجبيات التي تفرضها ميليشيا الانتقالية على ناقلات المواد الغذائية في النقاط المنتشرة من عدن حتى شبوى جاء ذلك في بيان وجهته الغرفة إلى المجلس الرئاسي والمجلس الانتقالي ومحافظي محافظة عدن أبيا شبوى وأعلنت الغرفة في بيانها تضامنها الكامل والمستمر مع الإضراب الشامل الذي يقوم به سائق الشاحنات والقاطرات بسبب الجبيات التي تفرض عليهم وبمبالغ خيالية في النقاط المنتشرة من عدن إلى باقي المحافظات وقالت إن تلك الجبيات تنعكس سلبا على حياة الشعب بدرجة رئيسية وعلى التجار أيضا قررت أوبيك بلاس خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا اعتبار من شهر نوفمبر المقبل في خطوة تستهدف دعم الأسعار التي شهدت في الربع الثالث أول خسارة فصلية منذ عامين التخفضات الكبيرة التي أقرتها مجموعة أوبيك بلاس تعد الأكبر منذ 2020 جاءت على الرغم من ضغوط الولايات المتحدة وغيرها من الدول المستهلكة لضغي المزيد من النفط في سوق يراها الغرب بأنها تعاني بالفعل من شح الإمدادات وتشير التوقعات الاقتصادية إلى أن هذا الخفض سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط ووصول سعر برميل خامبرينت إلى 120 دولار خلال الربع الأخير من العام الجاري أعلنت السلطات الروسية السبت اشتعال النيران في قطار محمل بالوقود إثنى انفجار شاحنة فوق جسر يربط روسيا بشبه جزيرة القرم جاء ذلك بحسب ما نقلته قناة روسيا اليوم عن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب السبت وقالت اللجنة في بيان لها أن التفجير وقع في شاحنة في الجزء الخاص بمرور السيارات فوق جسر مما تسبب في اشتعال سبعة صهاريجة وقود في قطار متجه نحو شبه جزيرة القرم وأضاف البيان أن انهيارا جزئيا حدث في قسمين من طريق السيارات دون أن يتضرر قوس الملاحة البحرية في هذا الموقع من الجسر أسعر صرف الريال اليمني أمام العمولات الأجنبية اليوم السبت اشتركوا في القناة ختام النشر الاقتصادية شكرا على طيبة المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة